السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله نبدأ أول حلقات رفعة الجلسة برنامجنا معاكو أولا المستشار الرحب سالي ماجستير قانون جنائي 18 عام خبرة قانونية في كافة القضايا جنائية مدنية شرعي تعون إدارية وغيرها طيب ايه هدفنا من البرنامج؟ هدفنا من البرنامج ان احنا ننشر الثقافة القانونية هدفنا ان احنا ننشر الثقافة القانونية هدفنا ان احنا ننشر الثقافة القانونية وينقول أهم التعديلات القانونية أهم أهم التعديلات القانونية أهم القوانين المطروحة للمناقشتها في البلمان كمان آخر التعديلات آخر التعديلات في البلمان وكمان التعون الدستوري طيب احنا دروقتي ان شاء الله هنقول الأخبار القانونية الأخبارنا القانونية القانون الأحوال الشخصية قانون الأحوال الشخصية هل يتم منقشته في البرلمان نعم أم لا لا يتم منقشته في البرلمان حاليا لكن هو كان مطروح للمناقشة الاجتماعية تم منقشته في الأزهر في الكنيسة في نقابة المحامين وغيرها من المناقشات وطبعا المجلس القومي لحقوق المرأة تم منقشته فيها ليه بيتم منقشته فيها من كل الجوانب دي عشان هم المهتمين وأطرافه الأساسية في القانون الأحوال الشخصية عايز أقول نقطة كمان قانون الأحوال الشخصية بياخد كل خطوطه العريضة من فين؟ من الشريعة الإسلامية وهدي مثال بسيط جدا على أنه بياخد خطوطه العريضة من الشريعة الإسلامية حضرتك وحضرتك بترسوا طبع الشريعة الإسلامية حتى غير المسلمين بيرسوا شريعة إسلامية طيب لو اتحادت الملة والطيفة المسيحيين أو يهود أي من كانت الملة والطيفة فهم بيرسوا طبع شريعتهم إنما في حال أن ما فيش اتحاد ملة وطيفة فإحنا بنحتكم للشريعة الإسلامية وطبعا المسلمين بيحتكموا للأحوال الشخصية لكل خطوطه عريضة طبع الشريعة الإسلامية طيب دلوقتي احنا القانون الأحوال الشخصية محتاجين فيه تعديلات ايه استنى الحضانة وكيفية التنفيذ على الزوج وكيفية اكبر الزوج على تنفيذ الأحكام اللي ضدها زي الرؤية والاستضافة وغيرها من القوانين وغيرها من القوانين طيب يا جماعة تاني خبر معنا منقشة القانون الإجارات قانون الإجارات وهيكون الموضوع التاني من الحلقة هل يتم منقشته في البرلمان حاليا؟ طبعا لا بس قانون الإجارات من القوانين المهمة اللي احنا بنطالب بتوحيد قانون الإجارات ليه توحيد قانون الإجارات؟ عشان ما بقاش فيه قزة قانون وقزة تطبيق من قانون 83 وقانون 96 وكان فيه قانون القديم 22 وكان فيه قانون القديم 22 وإحنا بنطالب بس بتوحيد قانون الإجارات للقديم وللحديث عشان يكون القانون موحد لنا لكل المستأجرين والمؤجرين عشان يكون فيه عدالة اجتماعية للأتنين للجنبين ما بقاش فيه ناس مظلومة يعني بتقع القانون الإجارات القديم قعدوا ينادوا يا جماعة احنا مظلومين ورئيز بنفسه كمان قايل ان هم الفئة دي متعرضة لظلم جبيرة طيب المشروع قانون الإجارات الجنائية ده تلت خبر معنا الإجارات الجنائية هل يتم منقشته في البرلمان؟ حاليا تم وقفه من نقشته لكن هو كان لحد من شهور بسيطة كان بيتنقش لحد من شهر او مشهرين كان لسه بيتنقش وكان مطروح على الحوار المجتمعي اتعرض على انقبط المحامين وتعرض على انقبط الصحفيين طبعا كلنا لينا ملاحظات عليه 44 مادة تقريبا وانا تمنى انه يتم ان شاء الله تعديل الملاحظات دي وان القانون يخرج للنور خاصة انه بيتكلم عن الحبس الاحتياطي واحنا يهمنا جدا 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 انه يتم تعديل الحبس الاحتياطي طيب يا جماعة هندخل على الموضوع الرئيسي والهام جدا 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 وهو قانون الإجارات القديمة معنا في فيديو هنشوفه لسات الرئيس دلوقتي وبعدين نرجع تاني طيب من 62 اللي كانوا موجودين ساكنين دلوقتي اللي كان ساكنين ساعتها واستفادوا من العلاقة ديت والتغفيد اللي تم هو مدى الحياة مدى حياتهم وحياة أبنائهم وأبناء أبنائهم ولا الموضوع ينتهي بقى انما تبصت ليه انا بشوف النقاش وبقرأ اقرأ في الجريد واسمع في البداية يقول لك لا لا مكتسبات والناس غلابة يا راجل ده الناس ماتت واللي بعدهم ماتوا ولسه التماسك في الموضوع أهلا وسهلا بيكم مرة تانية هنناقش موضوع الإجارات القديمة نظرا لرأي الناس كتير جدا وصفحات كتيرة جدا 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 نفسها انه يتم تعديل قانون الإجارات القديمة ليه يتم التعديل؟ لانهم متعرضين لظلم كبير جدا 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 ايه الظلم اللي هم متعرضين لي؟ ان هم المستأجرين معتبرين ان الشؤال اللي مقجرينها من الارتبعينات والخمسينات والستينات والسبعينات تمليك بيملكوها منهم لنفسهم فاحنا بنتمنى انه يتم توحيد قانون الإجارات القديمة ليه توحيد؟ توحيد قانون الإجارات بشكل عام قصد ليه توحيد؟ عشان كل 120 أو 110 مليون مصري يكونوا تحت مظل القانون واحد وإحنا بنطالب ليه بتعديل قانون الإجارات القديمة؟ علشان احنا فيه 20 مليون شقة مغلقة متخيل 22 مليون قصد شقة مغلقة 20 مليون شقة دول لو نزلوا السوق العقارية هيكون فيه وفرة في العرض كمان الإجارات بشكل عام هيتم تخفضها يعني مثلا شقة في التجارية أنا مجي أجر مكتبي في مصر الجديدة بأجره ب5000 جنيه كان الكلام ده من كام سنة الإجارة عالية فاسبتها وروحت مداني المطارية وهكذا فانت كل شوية الإجارات بتعلم بشكل جنوني فإحنا لو عدلنا قانون الإجارات القديمة بتهايقلي مع ترحي 20 مليون شقة مغلقة هيكون فيه انخفاض فيه الأسعار الإجارات ده رأيي الخاص طيب رأيي أنا كان كرحاب سالم في اللي بشوفه في المحاكم هم حقيقي بيعودوا يجروا ورحقوا وإنحك عليهم ويتردهم عشان خاطر فيه ناس بتقعد بالثلاث والاربع سنين والخمس سنين ما دفعوش الأجرة يجوا يرفع عليهم قضية طرد يجي بقى أمام المحكمة يقولك أنا عملت له انزر عرض وكمان دفعت له فلوس في المحكمة يعني حتى ما بيدهلوش في إيديه ليه عشان يخليه يعدي ليه فيه ويدور على الإجار بتاعه طيب إحنا دروقتي لو وحدنا قانون الإجارات وكما توجهات الرئيس قال يا جماعة انتوا لسه بتتكلموا فيها انتوا لسه بتتكلموا فيها لأ إحنا عايزين بس ننفذ التوجهات الرئيس وننفذ لمصلحة كزا مليون مالك لعقاراته ان هي ترجع له تاني يعني كفاية قوي كده عليه عشرات السنين يعني أكتر من 70-80 سنة 100 سنة فيه ناس مستأجرة بسنين طويلة عشرات السنين طيب والشق المغلقة احنا نتمنى نتمنى ان كل مستأجر يقدم إقرار زمة عقارية يعني ايه؟ يعني يقول يا جماعة أنا عندي شقة اتنين تلاتة اربعة أنا قفلهم ده هيبقى إقرار بتاعه هو مسؤول عنه ولو المؤجر عرف ان هو قدم إقرار مزور يبقى يقدم فيه بلاخ طبعا وهنطلع فاصل وراجعين مرة تانية كنا بنتكلم على قانون الإجارات القديمة واني بقترح كمحامية ان احنا نوحد القوانين كلها اللي بتتكلم عن الإجارات الإجارات بشكل عين قديمة والقانون 96 قانون 83 ليه؟ لان احنا كلنا عايزين نكون تحت مظلة واحدة اللي هو قانون إجارات موحدة ليه؟ علشان الكل يتم يقول له حقوق واجبات واحدة ما فيش حد يرس إجار ده إجار يا جماعة يعني أيما كان انت واخد الشقة من زمان وكانت الأسعار هكذا وكانت الاتفاق هكذا بس احنا عايزين ناخد الإجار ناخد الحقوق الناس الملاك الملاك ياخد حقوقهم بقالهم عشرات السنين ويتورسوها وفيه كمان ناس واخدة بالاربعة والخمس شواء وأفلاها طب ليه؟ قدم إقرار سار وعقارية ليك والغيرك يعني انت لو واخد أقرب أكتر من شقة لأ طب ليه؟ اعرض لي أنت تاخد شقة واحدة وكمان في حكم حصل عليه مكتبنا مؤخرا اللي معايا أكتر من اللي معايا ثلاث وحدات إيجارية اللي معايا ثلاث وحدات إيجارية يبقى تمليك أقصد غير وحدته اللي هو مؤجرها وقفلها دوت يطرد من المسكن الخاص بيه المؤجره الحكم ده ليه؟ ده طبعا نص القانوني أنت كمستأجر لو واخد الشقة وقفلها ومعاك ثلاث وحدات سكنية أخرى لأ أنت كده يتم تردق وأنت مرتاح ليه؟ لأن أنت كده تعتبر واخد حقوق أكتر من حقوقك والشقة اللي أنت مؤجرها وقفلها في غيرك يعني الملك ينتفع بيها ينتفع بيها أنه يؤجرها لغيرك عشان هو كمان يدخله دخل إيه؟ شهري طيب أنا أسفى فيه 2 مليون شقة مغلقة مش 20 مليون ده غلطة مني أنا 2 مليون شقة مغلقة الـ 2 مليون شقة مغلقة دول لو نزلوا ومغلقة على الفاضي على إيجار طفيف جدا طبعا ارتفعت الإيجارات الثلاثة جنيه والأربعة جنيه تم مضاعفتها قانونا لكن برضو بنسبة ما تحققش ربح للملك طيب وكمان الأوقف على فكرة الأوقف ليها فيلل متأجرة بمبالغ بسيطة جدا 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 طيب إحنا هنستفاد إيه من توحيد القانون الإيجارات القديمة هيقول لصالح الدولة والملك وعامة الشعب 2 مليون شقة هينزلوا في العرض يعني معنى كده إن الإيجار بدل ما بيقى خمس تلاف جنيه وسبعة تلاف جنيه وما إلى ذلك يتهيأ لي 2 مليون شقة لما ينزلوا هيبقى الإيجارات أقل بكتير طيب يا جماعة عندنا قانون الوحدات الإيجارية التجارية القانون ده تم تعديله رقم 10 لسنة 22 إن الإيجار بيزيد 15% كل سنة لحد سنة 27 وبعد كده نقول له مع السلامة ليه اللي كان واخد الوحدة التجارية ليه ولولاده وفيه ناس ما بتستفدش بيها يعني هي مش عاملة حتى مشروع تجاري تستفد بيها هي أغلقاه التعديل ده كان جميل جدا وأنا عن نفسي أنا كمحامية وشايفة مشكلة الملاك اللي هما بيدوروا يعني على 50 جنيه وال70 جنيه والملك والمستأجر بيفضل ممكن بتكذا سنة ما يدفعش حاجة فإنت كده نصفت أصحاب التجاري وأتمنى يتم إنصاف أصحاب الشقة السكنية لأن فيه 2 مليون شقة مقفولة فإحنا نتمنى نصاف الملاك وحتى رئيس قال يعني أنتوا لسه بتتكلموا ولسه بتعملوا حوار مجتمعي أنا نفسي خلاص يعني نبطل كلام ونوحد قانون الإجارات كله في قانون واحد كلنا نبقى تحت مظلة واحدة مالك ومستأجر وأتمنى أتمنى إن الدرائب العقارية في كل منطقة توحد الايه القيمة الأجارية يعني مبقاش تبع ايه العرض والطلق يعني مثلا نفس الشقة مثلا في مصر الجديدة ممكن تأجرها ب4 ممكن تأجرها ب5 ممكن تأجرها ب7 طيب الدرائب العقارية ممكن توحد لي الإجار مثلا تقول لي منطقة مصر الجديدة الشرع الفلاني يتأجر بكذا الشرع اللاني يتأجر بكذا هو هكذا الهرم وسقان الهرم اللي كانوا بشتقوا من تواجد السودانيين إخواتنا طبعا مشرفين وكل حاجة لكن الإجارات كانت مرتفعة بطريقة جنونية وصاحب الشقة كان بيأجرها ممكن يجي له مؤجر سوداني يأجر له مثلا يقول لها أجرها مثلا ب10.000 جنيه أو ب12.000 جنيه يفاجأ إن الشقة فيها 30 واحد طيب ما إنت اللي أجرتها ما هتتهلك برضو فإحنا أنا نفسي برضو ما نخضعش للعرض والطلب الدرائب العقارية متواجدة في كل حي في كل منطقة إحنا كمهن حرة لنا قصدي درائب خاصة بنا درائب المهنة الحرة الدرائب العقارية موجودة في كل منطقة لو كل ضريبة لو كل مبنى ضرائب اهتم بالمنطقة اللي هو متواجد فيها إنه يحدد القيمة الإيجارية اللي مفروضة على المنطقة مثلا مصر جديدة شارع السبع كذا مصر جديدة منطقة المحكمة الإيجار بكذا ده هيبقى نفعلنا إحنا وهيوحد القيمة الإيجارية لي أنا كمالك والمستجر ما يجيش المستجر يقول لي لأ ده انت غالي يقول لك لا مش أنا اللي محددها الدرائب العقارية هي اللي محددها القيمة الإيجارية طيب إحنا إن شاء الله هنناقش كل الأضايا القانونية اللي تهم المجتمع البرنامج بصفة عامة معمول لكل فئات المجتمع حضرتك تحب تناقش أي موضوع قانوني ابعتليه للصفحة القانونية ابعتليه على رقم الواطس إن شاء الله هنناقش كل المواضيع اللي تهمت وفيه ناس كانوا عايزين يلاقشوا الامتناع عن تسليم الميراس ده موضوع مهم جدا جدا وفيه داخل فيها السروة العقارية والقانون الإيجارات الأديمة برضو ما هي كلها المواضيع القانونية دخل في بعضها فإحنا نتمنى توحيد قانون الإيجارات الأديمة ليه توحيد قانون الإيجارات الأديمة؟ عشان يبقى الجميع تحت مظلة واحدة ويتم عرض 2 مليون شقة مغلقة وكل مستأجر يقدم يقدم إقرار عن سروة العقارية المستأجرة والمالكة لأن زي ما قلت إحنا كان عندي حالة هو مستأجر وقافل الشقة والمواكل صاحب العمارة بيقولي هو ممتلك أكتر من ثلاث وحدات وقدرنا بفضل الله نسبة امتلاقوا الأكتر من وحدة وعملنا القضية الترد والقاضي في الدرجة الأولى والاستئناف أعطانا تأييد للحكم تم ترده بمنتهى الأريحية ليه لأنه بيمتلك ثلاث وحدات تمليه القانون اشترط الشرط ده نهينا طبعا عن حالات عدم دفع الإيجار نهينا عن حالات الاستخدام السيء للمكان المؤجر فيه ناس كتير جدا بيقولوا لي يا مستشار احنا عايزين نجدد العمارة عايزين نجدد الشقاء حتى السقاء ما بيقدرواش ان هما يدفع الأسانسير ما بيقدرواش ان هما يدفعوا ان احنا نجدد ونجمل العمارة ويقولك انا ساكن بعشر جنيه ولا بثلاثين جنيه ولا بخمسين جنيه بعد لما تم مضاعفة الإجارات هما حتى ما بيرضوش ان هما يشاركوا في تجميل العمارة لكن احنا لما نقول يا جماعة زي ما حصل في التجاري وتم زيادة سنوية 15% ده قانون وسنة 27 هيتم اتطرد ده قانون برضو نفس الكلام انا نفسي مادة بس زي دي حتى بلاش تعديل القانون كله او بلاش يتوحد اتمنى طبعا يتوحده لكن اتمنى كمان يزدل لهم نص قانوني انه يتم كل سنة نرفع عليهم 15% زي ما عملنا للتجاري هكون حاجة عادلة جدا وفير جدا للجميع طيب كل سنة تزيد 15% ولو بلاش 27 نخليها الحاد 30 يتم الطرد مش يتم الطرد يتم الاخلاء يتم البحث عن مكان جديد عشان نترك سعة للملاك ان هم يستنفعوا بعقاراتهم اللي ظلوا عشرات السنين مغلقة او بيتم دفع اجارات فيها لا يعني ما يعيشش الملاك يعني اجارات عبيضة جدا يعني 50 جنيه 75 جنيه وحاجات تقتفها جدا يعني هو نفسه لا بيقدرش يجي ليعمل قضية الترد يقول لي منين يا مستشار يعني هدفع حتى الرسوم بتاعة الدولة اللي فيه رسم نسبي على مساحة الشقة او لو كان سكني قبل ما يتم التعديل فكل دوت بيمنع صاحب اللي هو المالك ان هو يستفيد من ملكه اللي في العشرات السنين مغلق او فيه ناس عايش فيه اللي هو المؤجر لكنه بيدفع ملالين بنص الكرامي فنتمنى نتمنى نتمنى توحيد قانون الاجارات نتمنى نص للسكني زي ما كان فيه نص ليل تجاري يكون فيه نص للسكني بزيادة 15% كل سنة وينيجى مثلا سنة 30-40 يتم الاخلاء ان هو كفاية عليهم كده الاصحاب الشقق وفيه ناس على فكرة 2 مليون بحسب الاحصاء قفلين شققهم يعني انت هتنزل 2 مليون شقة للعرض للاجار وهنحجم برضو حكاية العرض والطلب بان الدرايبة العقارية تحددني لكل منطقة المتوسط الايه الاجار الشهري بكذا الف جنيه والمؤجر والمستأجر الاتنين يلتزموا بالاجار المحدد من قبل الدرايبة العقارية طيب يا جامعة الامتناع عن تسليم مراسه النقطة دي مرتبطة بالاجارات القديمة ازاي المالك بياخد العمرة بيكون معه مثلا اخواته بيمنعهم من التسليم من المراس بتاعهم بنيجي نرفع عليه قضاء بناخد عليه حكم ما بينفس وجريمة الامتناع عن تسليم مراسه دي من الجرائم المستمرة مش جريمة وقتية يعني مثلا زي احراس سلاح بعد ما بيتم ضبطه فاحنا بناخد السلاح منه بيكون انتهت الجريمة لكن الامتناع عن تسليم مراسه جريمة مستمرة لانه بيفضل المراسه اللي هو واغده تحت ايده دوت تحت ايده يعني ما بيتمش الانتهاء منها فاحنا بنتمنى التنفيذ يشد حلو معنا فان احنا ننفذ الاحكام عشان تكون مش احكام على الورق تكون احكام منفزة على الواقع تكون احكام منفزة على الواقع واتمنى اتمنى نتابع البرنامج واللي عنده اي موضوع قانوني يعرضه واتمنى اكون ضيف خفيفة عليكم وان شاء الله يكون برنامج توعوي قانوني هنقول فيه دايما اهم التعديلات القانونية المشاريع القانوني المعروضة على البرلمان هنقول تعون الدستورية اهم القوانين فيها كل ما يهمك في الناحية القانونية ان شاء الله هكون معانا هنا في البرنامج دايما تابعونا يوم الاربع ساعة تلاتة ونص واتمنى يارب اكون ضيف خفيف عليكم وموضوع الاجرات القديمة ده موضوع شديني انا نفسي لان فئة كبيرة جدا معرضة الظلم جامد والامتنى عن تسليم مراس ده برضو من الجرائم المستمرة واللي اتمنى اتمنى ان التنفيذ شدي حلو معانا ومرسي جدا على مطابعتكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته